يسأل في حال سقوط أبي أحمد هل سيحدث هذا فراغا في أديس أبابا أم أنه سيشكل صراعا واسع النطاق على السلطة هذا يحدده الطريقة التي يسقط بها أبي أحمد حقيقة أبي أحمد يصر على المضيل في المعركة إلى آخر لحظة إلى آخر لحظة لأنه لا يريد أن يتفاوض لا يريد أن يتحاور ويتفاوض ولا يريد أن يسلم كذلك بالهزيم الآن الآن قوات المعارضة تقف من اتجاه الجنوب الغربي من اتجاه الغرب على حوالي 200 كيلو تقريبا من الشمال أقل من ذلك أيضا العاصمة الأثيوبية حقيقة في الواقع هم ينكرون ذلك وحقيقة يضيقون على وسائل العلام التي تقوم بالتغطية باستمرار بل تم إيقاف عدد من وسائل العلامة الغربية في أثيوبيا باعتبار أنها تبث معلومات غير تقيقة وغير صحيحة ولكن الذين ينقلون يعني ينقلون الأخبار اليومية للمعارك على الأقل في المناطق المحتدمة في هذين اليومين يعني حقيقة على مسافة ليست بعيدة يعني بل ذهب أكثر بعض المحلين أكثر من ذلك قالوا أن العاصمة أديس أبابا ومطارها الدولي تحت مرمى نيران جبها تحرير تيجراي وقوات جيش تحرير أرومو نعم طيب معلش يعني دلوقتي هل هذه الجبها جابت تحرير تيجراي هل هي قادرة على اعتبارها مثلا تركيبة بديلة لأبي أحمد أن تملأ الفراغ الموجود في السلطة بالطبع لن تستطيع أن تملأ الفراغ لوحدها لذلك قامت بعقدة تحالفات مع عدد كبير من الممثلي الأقالين في الولايات المتحدة في منتصف هذا الشهر نوفمبر تم الإعلان عن تحالف الفيدراليين الإثيوبيين في واشنطن دي سي حوالي 7 فصائل مع تيجراي حوالي 8 فصائل تمثل الأقالين الإثيوبيين جملة عقدت تحالف وأعلنوا عن تحالف سيكون بمثابة البديل للحكم في إثيوبيا لذلك لا تستطيع أن تيجراي نسبتهم في إثيوبيا كلها لا تجد عن 6% ترجمة نانسي قنقر